اي جريمة بتكون في غموط تفاصيلها وده اللي دايما بيتحداني واسمحولي اخدكم معايا نحقق في الجريمة اهلا بيكم في العالم بتاعي عالم يوسف الكردي بعد جريمة الحي الشعبي تقريبا بعشر تيام جيب الاخ من ابن ضد مرات ابو بيتهمها فيها ان هي قتلته وبيطالب بتشريح الجسد ده حدث بيحصل كتير ما كانش ده الملفت والطب الشرعي شرح الجسد فعلا وكان سبب الوفاة طبيعي لكن في تقرير الطب الشرعي تكتبت جملة لفتت نظري ان الوفاة كانت نتيجة لانقباض حد في القلب انقباض حد في القلب الراجل ده عصره قلبه من القلم قبل ما يموت الراجل ده مستحيل يكون ما تقتل هو تقتل لكن من غير ما حد يلمسه وده اللي خلاني اصر على فتح القضية كان كل الموجودين معايا من محققين مستغربين لانه الى حد ما كله شايف انه الراجل ميت موتت ربنا وشايفين انه الزعل ده امر طبيعي ممكن يحصل لاي حد فينا وخاصة انه هو كان كبير في السن واني بضيع وقت ومش هوصل لحاجة واني الابن غضبان شوية فعمل البلغ ده بس انا اصريت انه حقق بنفسي في البلغ ده اللحظة دي دخل علي يا احمد وهو بيقول لي يا يوسف باشا القضية دي ضيع وقت ليه حضرتك مصر عليها تلو بص المجني عليه سنه 81 سنة عنده حكمة كفاية في انه هو يتعامل مع القلم وبالذات القلم النفسي يعني مش خناقة زوجية هي اللي هتعمل فيه اللي هوصل له ده وخب بالك الراجل ده كان مزواج انا مكتوب عندي ان الراجل ده تجوز 18 مرة يعني راجل بيحب الحياة راجل منطلق فترى ايه اللي ممكن يوصل الراجل زي ده انه يموت من الحصرة في حين ان التحريات بتقول انه ما كانش عنده اي سبب كل حاجة كانت مستقرة الفترة الاخيرة قبل ما ماته والمرحوم كان عنده من زوجاته اللي قبل كده ولدين وبنت ومن زوجته الاخيرة كان عنده طفلة صغيرة ومن التحريات اللي قدامي ان كل الناس اللي حواليه شككت في نسبة الطفلة الاخيرة بسبب فرق السن الرهيب اللي بينه وبين اخر زوجه لكن هو مهتمش ده غير انه كان روحه في الطفلة دي كان مجنون بيه هجنان مش طبيعي وده خلاه رغفت تماما فكرة ان الطفلة دي ممكن تكون مش من صلبه وكان بيتاير وبيتعصب على اي حد يفتح الموضوع ده معه بالرغم من كده حسب التحريات اللي قدامي هو محاولش حتى يعمل تحليل الدينية عشان يتأكد ويرايح دماغه وده بالنسبة لي غريب برد لحد ما راجل في السن ده ربنا يكرمه بطفلة او طفل خاصة ان عياله كلهم خلاص اتجوزوا وبقاليهم حقتهم وفي منهم اللي سافر يتيقلي ان ده ممكن يفسر شوية سبب تعلقه بالطفلة الاخيرة دي ومن كلام ابنه واللي بيأكد ان امرأة ابوه ما كانتش دايما بتحسن التصرف ومع كده الراجل ما كانش بيشتكي منها ومن ضمن التحريات هنا انه كان فيه اخناقة جبيرة جدا ما بين الاب وما بين ابنه بسبب ان الابن تقريبا ضرب مريطة ابوه وجان رد فعل الاب ان طرده ومنعه من دخول البيت تماما وطبعا انت هتتخيل انه الابن بيتهم مريطة ابوه انها قتلته كنوع من تخلص الطار لكن ده مع انه واقعي لكن التقرير بتاع الطب الشرعي بيقول ان كان فيه كدمات واثار للجروح في الجسة وتعريبا الكدمات والاثار بتاعة الجروح دي عمرها ما بين ثلاث واربع سنين ودي الفترة اللي حصل فيها الخناق ما بين الابن وابوه وده يخلينا ممكن نبدأ نصدق السيناريو بتاع الابن ان الست كانت بتسيق لابوه فهو كان بيتدخل ما بينهم او بيحاول يحامي على ابوه لات احمد بيقول لي يا يوسف باشا كل اللي حضرتك بتقوله ده مفوش قضية دي اللي استنى بس لان فيه قضية قضية كبيرة بص يا احمد لو الست دي كانت بتسيق معاملة الراجل وده الى حد ما منطقي لانه الراجل اكبر منها بكتير في السن وهي كانت متجاوزة في الغالب طمعا في فلوسه لانه صعب جدا انها تكون بتحب واحد قد جدها ده عنده واحد ثمانين سنة غير انه من المنطقي شوية انه صعب يكون الراجل ده هو اللي خلف منها لكن دي مش نقطتنا دلوقتي النقطة المهمة هي اذا كانت البنت دي او الزوجة دي بتضرب الراجل وتهينه فده يدي احتمالية كبيرة جدا انها زائف منه وبما انها اصلا متجاوزة عشان المراس فمن المنطقي انها تكون قتلته لقيت احمد بيقول لي يا يوسف باشا مفيش اداة حتى للجريمة تسمت كده وقلت له انت عارف انا متمسك بالقضية دي عشان الاداة بتاعت الجريمة لان اداة الجريمة في القضية دي مش عاديا الست دي قتلت الراجل من غير ما تلمسه اصلا انت متخيل الجريمة دي فيها زكاء رهيب وهتشوف ديته بيقول لي يا يوسف باشا انت ليه مش قادر تقبل انه الراجل مات موتت ربنا عادي تلوه نعمة بالله انا قابل انه مات في المعادل اللي حددهوله ربنا زي كل واحد مننا هيموت في معادل بس في حاجة يا احمد انت مش راخب بالك منها قلب البني ادم لما بيتدايق بينقبض جامد في الفلاحين بيقولوها قلبه بيتعصر الراجل ده ميت وقلبه معصور الراجل ده مش ميت عادي لا ده ميت مدبوح من الالم انت متخيل يا احمد وده اكيد مليون في المية ما حصلوش كده وهو قاعد في سريره اكيد في سبب وراءه واكيد برضه ان السبب ده مش طبيعي كل التحريات اللي قدامي دي بتقول انه ما كانش فيه اي حاجة توصلو للمرحلة دي فهمت بقى لليه متمسك بالعضية دي لان الاداة اللي استخدمها المجرم اداة مش عادية وهو فاكر انها هيه رب جريمته عايزك تستدعيلي ابن المجني عليه والزوجة الاخيرة لقيته بيبصلي كده بيقول لي كنت عارف يا يوسف باشا احمد ابن المجني عليه واقف برا ومدام زينة بصيت له كده والتله طب يا احمد بعد ايزنك دخلوا لي اول ما دخل كان واضح عليه الانفعال الشديد لغة جسده بتقول ان هو جوا كمية غضب مش عادية بيحاول يتظهر ان هو متماسك لكن في الحقيقة هو جوا بركان سألته استاذ احمد انا مقدر جدا مشاعرك وغضبك وكل حاجة انت حاسسها لكن احنا هنا جهة بتنفذ القانون لازم يكون فيه ادلة على كل حاجة وادلة منطقية يقبلها العقل قبل ما نتهم اي حد وإلا التهمة هتتعكس علينا انت فاهمني لقيته بيقول لي ايه يا بشه انا فاهم حضرتك وانا متأكد ان هي قتل انت ابوك تلو طيب بص بهدوء كده انا هايزه اعرف بالصبت الفترة اللي هي حملت فيها انت كنت وريب من والدك ولا لأ لقيته بيبص لي كده بيقول لي هو ايه علاقة السؤال ده بالمعضب تلو جاوبني على سؤالي بعد اذنك قال لي اه الفترة دي انا ما كنتش موجود اصلا في البلد تلو طيب في حد من اخوتك كان متواجد في التوقيت ده مع والدك لقيته قال لي بص بي شوحنا كلنا اساسا مهاجرين في مننا اللي في دول عربية وفي مننا لا اللي في دول اجنبية وما بينجيش هنا كتير تلو تمام بس شايماء اختي في الفترة اللي حملت فيها زينة لا لا قبل قبل حمل زينة اه كانت جاية مختلفة مع جزها شوية ف كانت عايشة هنا في شقة قريبة من بابا تقريبا اه فضلت سنة سنة وحاجة وقبل الحمل بحاجة بسيطة يعني رجعت لجزها وسفرت معا تاني تلو حضرتك قلت من شوية في فترة الحمل وبعدين رجعت في كلامك وقلت قبل ياريت تحددلي بالصب شايماء كانت موجودة في الفترة اللي اعلنت فيها مدام زينة حملها ولا لا لقيته بيقول لي هو انا مش متأكد بس في الغالب لا بصت له كده قلت له هو اكيد لا مش مهم من نقطة دي اه هي مدام زينة اتعرفت على الوالد ازاي لقيته بيقول لي بص هو انت اه اكيد عارف ان الوالد كان راجل اعمال وراجل اعمال عصامي بنى نفسه بنفسه وكان مزواج بيحب الستات جد وتجوز من طبقات مختلفة اجتماعيا يعني اتجوز سيدة اعمال واتجوز محاسبة بنك واتجوز مترسة كان له اكتر من جوازة وكان لهم تفاصيل مختلفة وهو عامتا ما كانش بيعيش من غير ستات بس هو ما كانش بيعمل اي حاجة حرام لما كانت بتعجيبه واحدة كان بيتجوزها على طبق مدام زينة دخلت الشركة كان موظفة عادية جدا في ادارة التسويق تقريبا كانت اسرع موظفة تترقى بدرجة مش عادية لحد اما في خلال سنة ونص بقت هي مديرة التسويق لمجموعة الشركات من هنا بتاريت تدخل اجتماعات مجلس الادارة وابتدى يبقى ليها احتكاك مباشر مع والدي اتقربت منه وبقت النائب بتاعه ومن هنا والدي قرر يجوز ودي كانت طريقة التعارف ما بينهم واللي كنا عارفينه ان والدي كان نفسه في طفل بسبب ظروف كتيرة هو اتحرم مني انا واخواتي زي ما قلت لحضرتك والدي كان مزواج وفي نفس الوقت ما كانش عايز اي ستة من اللي تجوزهم يخلفهم وكانت الستة اللي بتخلف بيطلقها وملوش علاقة بيها كان بس بيبعت لها فلوس وحق ربنا هو ما كانش بيقصر يعني مع والدتي هو فعلا ما قصرش وحتى لما انا كبرت برضو هو اقف جنبي وما سبنيش بس هم ما كانش عايز يربي كان شايف ان العيال هتغطله لكن بعد ما اوصل ان هو عمل الامبراطورية بتاعته بقى نفسه قوي ان اي ربي طفل واعتقد ان ده السبب اللي خليها يتجوز مدام زينة وهي اصغر منه تقريبا بخمسين سنة قلت له طيب انا اسف اللي انا اقوله لك ده بس يا سيد احمد طبعا انت عارف انه احيانا بضطر اقول اسئلة يمكن تبان محرجة لكن هي الهدف منها ان احنا نوصل للحقيقة هو انت ما جاش في وقت اللي انت شكيت انه بنت مدام زينة مش من والدك كنت متوقع منه ان هو هيصور في الوقت لكن ده ما حصلش هو فضل ساكت وحسته بيفكر فرد وعشان كده قطعت الصمت اللي كنا فيه وسألته افهم من سكوت حضرتك ده ان انت كان عندك شك بس طبعا مش قادر تتهم الست لان دي زوجة والدك والموضوع هيمس والدك هو كمان فانت ما حبتش ان انت تتكلم في الموضوع ده افهم من كده انه ده كان السبب الحقيقي ورا ان انت تعديت عليها بالضرب واتخنقت مع والدك وطردك ومنعك من دخول البيت صح ولا انا غلطان لاتوا بسلي كده ولا لا 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 حضرتك دماغك راح بعيد خالص لا 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 الموضوع مش كده خالص لا لا بص يا فاندم هو اللي حصل انه هي بعد ما خلفت اتغيرت تماما تماما بقت مسيطرة على كل حد والدي كان عايش مع الطفلة مش في دماغه حاجة تاني هو مركز كل تركيزه مع الطفلة و ما كانش مهتم قوي لأي حاجة يبدأ بصفة وراجل كبير اه كان فيه امور ممكن ينساها او تعد عليه وبالذات من طلبات مادام زينة ابتدى الموضوع في ان هي اه تزعق فيه بعدين اه بقى فيه اهانات شتايم واخر حاجة ابترد ان هي تزقه كان بيعترض اه احيانا على انها طول الوقت سايبة بنتها وبتنزل مع صحافها وكنت في مرة موجود هنا وحضرت خناقة ما بينهم وتفاجئت بيها وهي بتمسكه من شعره بتزعق فيه جامد بتضربه ما استحملتش جريت عليها وضربتها بالقلم واقعتها في الارض بس تفاجئت من الرد فعله هو لما لقيته بيقول لي اطلع برا يا حبي ما شوفكش في البيت تاني معرفش حاولت ان انا ازعق فيه اعترض لكن هو كان ثابت على الجملة دي اطلع برا وشوفكش في البيت تاني وده اللي حصل انه انا مرجعتش تاني غير بعد ما مات قلتله بص يا استاذ احمد انت اكتل شكوب كتيرة كانت كواحد بس رجع شخصي انك تطلع من جو ان ابوك صعبان عليك وجو ان انت عملت كده بهدف تحمي ابوك المسن والجو ده لانه مش خيال عليك احنا نتكلم في الدغري يا استاذ احمد حضرتك عملت كده لانك خفت من سيطرتها على والدك خفت انه ابوك يحرمك وكلكم من المراس وهي تاخد كل حاجة ويه تطلع عنطو من مولة برا حمص صح وده اللي خلاك تخاف تقف قدام والدك مش حبا فيه خف للموضوع يكبر ما بينك ويتهيقلي ان والدتك هي اللي نصحتك في الوقت ده ان انت تنساحب قالت لك ابوك عنيد ولو عنات معاه ممكن فعلا يحرمك من المراس وبرضو يتيال ان والدتك هي اللي قالت لك ان والدك مستحيل هيخلف شرع ربنا ويحرمكوا من المراس الا لو انتو وصلتوا للدرجة دي والنهاية مش هتقدر تلعب على ابوك لان ابوك حاوي ويلعب بمليون ست وحتى لو ضعف او سمح لها حتى ان هي تضربه فما تخافش ابوك دماغه توزن بلد ودي بالنسبة لابوك عائلة صغيرة يلعافها عشاناك فعشان كده انت سفرت واشتريت دماغك وكنت مستني ان هو يموت وكنت متوقح زي ما انت برضو كنت مرتب ان انت هتتهمها بقتله في كل الاحوال وطبعا كنت متوقع ان هي هتقتله ويتهيالي ان اتهامك ده منطقي جدا بس مش عشان ان انت بتدهر على حق ابوك نهائي عشان انت عايز تشل لحركتها في الوقت ده تتأكد اذا كانت هي سرقت حجم ابوك ولا لا ولو طلعت هي اتلاه يبقى انت ارتحت منها لو طلعت مش اتلاه فانت بتحاول تعمل حصر دلوقتي الممتلكات والدك عشان تجهز لها القضية التالية لو هي اخضع اي حاجة لانكو كنتوا واسقين مليار في المية ان هي تعبان وعشان كده كنتنتوا برضو حواه عايزين تلخموها عشان تعرفوه تحافظوا على مراسكو بص عمتا كل الكلام ده مش فريق لي ولا فريق لي حتى اذا كنت عايز حق ابوك ولا لا موضع ده ما يخص ليش في حاجة ولان تقريبا اللي انا وصلت له ما يخصش جنابك في حاجة فانا مش نوعه لهولة بس عارفو استاذ احمد انا دلوقتي هنده لعسكري اه ما تستغربش اصلي نوعه هرميك في الحبس لما اخذ قال لقيته بيبرقلي كده بيقول لي مش من حقك اصلا وهترميني في الحبس بتهمت ايه قلت له اهدى كده يا راجل انا ما بحبش العصبية ابدا عايزك تهدى وتروأ انت طبعا مش هتترمي في الحبس ظلم لا سمح الله لا خالص ولا ازعك سلطات ولا بلاخ كاذب ولا الكلام ده انا مسكتي الكلام الفاطئ انت هتترمي في الحبس بتهمت الشروع في قتل ابوك ايه بتقول ايه ايه الكلام الخريب ده فانت قلت له ايه ده على نفسك كده مش محتاج الانزعك ده كل يا استاذ احمد ايه ده كده مادام زينة في القضاء التانية اعترفت مع زميلي ان انت عرضت عليها انها تخلصك من ابوك وتاخد ربع المراس وهي استاذ احمد بتقول ان هي مسجلة لك طبعا انا متوقع جدا ان انت هتقول ان التسجيل ده متفابرك بس انا شغلنت ان انا عرضك عن نيابة ومن النيابة يعني هتدخل الحبس لحد ده ما يثبته بقى اذا كان التسجيل اللي معاها ده متفابرك ولا حقيق وعامة اعتقد ان انت محتاج محامي شاطر لقيته بيقول لي لا يا فاند انا مش هروح لوحدي تلو ما هي اتكلمت يبقى لازم اقلب التربز على الكل ايه باش انا انا قلت لزينة الكلام ده بس هي طلبت مني النص نص المراس وعلى فكرة مش انا الواحدي اللي كنت عايز اخلص من ابويه انا كنت بتكلم بلسان اخوتي والحمد لله الكلام ده فات عليه كتير يا باش تقريبا اربع شهو وزينة كانت هتبقى موافقة عليه واحنا كنا ادنالها النص لكن اخوتي مرديوش وعشان كده ما نفذناش الاتفاق تلو بروف عليك هو ده اللي انا كنت بالزبط عايز اسمعهم ان انت والاتنين التانيين كنت متفقين على قتل الرجل وطبعا زينة طرف اساسي في الموضوع وندمت علاقتها من العسكري طلبت منه ان هو يتحفز على اللي اسمعت وقلت له يدخل لي زينة كانت بنت جميلة جي واضح عليها اللي انوثي لبسها شيك من طريقتها واضح ان هي قلعبان كانت لابسة ميني جيب وبلوزة مفتوحة كان خيل عليها ان هي جاية من كباريه وليتها بتزأل بكل برود هو انا ممكن اعرف انا جاية هنا ليه تلها لا لا مفيش اي حاجة خلص موضوع بسيط انت منورانا هنا لانه احمد ابن معروف باشا اعترف ان حضرتك واخوته الاتنين كنت بتخططه لقتل معروف باشا وان انت كنت طلبة النص بتاع الميروس وده السبب اللي انتو اختلفته عليه وبيتهمك ان انت قمتي بالجريمة لوحدك عشان تداري على اللي انت نقلتيه باسمك وباسم بنتي من تركة معروف باشا لقيتها بتبصلي كده وبتقول لي كل واحد حر في اللي يقوله يا باشا مع دليل تلها برافو عليك انت زكية جدا انا دلوقتي لو قلتلك ان الدليل بتاعه تسجيل هتقول لي ان التسجيل تتخب بشكل غير قانوني ولا يعتد بيه في المحكمة ودي عندك حق فيها وطبعا كده الموضوع تفركش برافو عليك انت منت زكية جدا لكن بصراحة هو طلع زكي برضه وطلب طلب كده ريخم شوية هو طلب لمؤخزة لقيتها تلفت وتعدل قالت لي طلب ايه تلها هو بيقول ان هو هيرفع قضية نسا لانه بيشكك ان البنت بنتك بس مش بنت معروف بيه لقيتها بسطلي كده قلت لي يا فنديم ايه اللي بيقوله ده هي وصلة القزارة لكده تلها ايه نيو احنا كل اللي هنعمله هناخد عينه من الديق النية بتاع البنت وهنطبقها بتديه النية بتاع معروف بيه وهنطلعه كدهب لقيتها بتقول لي لأ طبعا انا محدش هيرب من بنتي بنتي لأ بنتي وره المواضيع دي قلت لها بس احنا طلعنا امر النيابة موضوع كله اعني حاجة بسيطة ويتهيالي اصلا ان زميل ايبارة بيعملو فهيالي يعني الموضوع مش مستاهل متقليش احنا مستحيل نقز البنت الصغيرة البنت دي مالهزة لاتهرتبك في اللحظة دي نسكت التليفون تحت مكتبي وشغلت النغمة وعملت نفسي برد الو شريف باشر ازايك اه اه والله كنا محتاجين نشوف النتيجة بتاعة العينات اللي انا بعدتها لك ايوة ايوة باشر ايوة بتاعت الطفلة الصغيرة وبتاعت معروف بي الله يرحم ايه يا بشا معقولة دي يعني البنت مستحيل تبقى بنته اه طيب شكرا يا بشا وقفلت التليفون ولايتها هي نهار قلت لها هو التحليل اللي احنا عملناه بيقول انه البنت دي مش بنت معروف بيه لقتها بتقول لي ياخدوا كل حاجة انا مش عايزة حاجة بس كله قلها الشرف قلت لها ايه دي كده يا مادام زينة لازم تهدي عشان انا ما بحبش التوتر المفروض ان بنتكم او بنتك اتولدت وانت متجوزة معروف بيه ودلوقتي احنا اكتشفنا ان هي مش بنتو دي قضية لوحدي لكن ما تهمنيش في حاج يتعيق لي ان اكبر اداة للضغط على معروف بيه كان البنت دي بصراحة يتعيق لي ان انت لو كنت جبتي راجل ونم معاكي قدام معروف بيه ما كانتش هيهتم او ما كانتش هيموب بالشكل دي فعشان كده بالدرجة دي باي كلام او اي فعل عملتي لكن البنت البنت هي الاداة اللي انت استخدمتيها عشان تقتلي بها الراجل طبعا طريقة قاضرة وطريقة انت متخيلة ان مستحيل هنقدر نثبتها قطام القضاء هنقول ايه قتلت الراجل مفروس عارفة لحد هنا كان القضية ملهاش حل بالنسبة لي وصلت لحتة سد القانون ما بيعقبش على حد بيفرس حد كنت اقولك ان انت عملتي كريمة الكامل بس انا تخيلت كده لو انت فرست الراجل ازاي ما انت لو قلت له ان دي مش بنته كان الراجل هيروح لمعمل تحليل ويشوف اذا كانت بنته ولا لأ واحنا تأكدنا ان معروف بيه ما راحش لأي معمل تحليل نهائي فمعنى كده ان انت ما فرستهوش بالطريقة دي طيب همالقهارطي ازاي وانا ببص في التحريات بتاعت المباحث لقيت ان الراجل ما استخدمش تليفونه تقريبا عشرة ايام قبل الوفاء ما استخدموش تماما ما كانش بيستقبل اي مكالمات وده شيء ملفت غير انه معروف بيه ما انزلش شغله مع انه طول حياته ما خدش اجازة يوم واحد والهم من كده ان السواق بتاعه هو اداله اجازة بس الغريب ان رغم ان هو ادى للسواق اجازة هو طلع بالعربية بنفسه ولما بصيت في التعملات البنكية بتاعت معروف بيه استغرب لان الراجل ده كان حريص شوية في استخدام الفلوس بس انه هو مرة واحدة يسحب من رصيده 40 مليون جنيه دي حاجة غريبة وبرضه في نفس الفترة اخر عشرة ايام قبل الوفاء لما ربطت الصورة كده جنب بعضيها استغربت مستحيل تكون كل الاحداث دي صدفة ومستحيل كل الاحداث دي ما تكونش لها علاقة بالشيء اللي قهر الراجل وده خلاني اروح الحضانة وسألت على بنتك واكتشفت ان البنت قبل وفاة معروف بيه ب11 يوم بطلت تروح الحضانة تانيت احط الصورة جنب بعضيها معروف بيه مستحيل هيشتري حاجة ب40 مليون وفي نفس الوقت حتى لو افترضنا ان هو اشترى الحاجة دي طب هي فين الحاجة دي دي نقطة نقطة ان هو ادى السواء اجازة وسأب نفسه دي معناها ان هو رايح مكان يا امه مطلوب فيه ان يكون لوحده يا امه هو مش عايز حد يعرف ان هو رايح المكان ده تالت نقطة انه ما كانش بيكلم حد وما كانش بيروح شغله مع انه الرجل ده معروف عنه عشقه للشغل وبالصدفة البحثة جي في دماغي ان احنا نعمل حوالينا المنطقة بتاعتكم شوية تحريات كده نعرف اذا كان في حد اشترى خطوط من اللي هي من غير اسم دي ولا لما وطبعا اتشفنا ان المساعد بتاع معروف بيه اشترى له ثلاث خطوط اتبعنا الارقام اللي اتصل بيه كان في البداية الموضوع غريب معروف بيه بيتصل ببلطاجية وشوية شمامين وصيع جبناهم وهنا بقى الامور وضحية اكتشفنا انه معروف بيه بنته اتخطفت اتخطفت وهو فاهم ان اللي خطفها واحد من منافسينه معروف بيه كان بيجهز جيش من البلطاجية عشان يروح يكسر المنافس ده او يقتله ويسترد بيته وعشان كده انعزل كان بيتفرغ للمعركة دي ولانه كان واصق ان الشرطة يومها بسنة مفكرش يلجأ لنا وخوفوا على اسمه وخوفوا على شركاته خلاه يتكتم جدا على الموضوع ده وعشان برضه يعرف ينتقم وعرفنا من البلطاجية انه معروف بيه جهله فيديو ويد بنته بتتقطع وطلبوا منه فيديا لبنته 40 مليون جهل وساعتها قلبي معروف بيه ما استحملش وقرر يتنازل عن فكرة الانتقام وكان كل همه في الحياة ان يفدي بنته وعشان كده خد اللي 40 مليون وراح في المكان اللي المفروض الخطفين قالوله عليه وفضلوا يلعبوا بأعصابه هناك وطلبوا منه يسيب لهم الفدو وخلوه يسمع صب بنته وهي بتقول له بابا واكدوله انه اول ما يرجع هيلاقي بنته في مكان وهو توعتهم قال لهم ان الحكاة دي مش يتعدي على خير وانه هيجيبهم هيجيبهم وخدوا الغرور شوية وقال لهم انه هم لو ما رجعوش بنته مش هيسيبهم على وش الدين ورجع في الطريق وهو واصق مليار في المية ان بنته رجنت البيت بس بعد ما رجع بسعتين تلاتة والبنت ما رجعتش جاله فيديو وبنته بتتدرب بالرصاص وبمخة بتطرشع الرجل فضل يومين قلبه بيتعسر زاعد الحياة وما استحملش اللي شافه ومات بس الغريبة بقى ان بنتك زي الفل وما تخطفتش اصلا تتخيلي ان احنا عرفنا كمان ان بنتك كانت عن دمك اه تحرياتنا قالت لنا ان بنتك من 11 يوم قبل وفاة معروف بيه وانتي ودتيها للست والدتك وفضلت هناك لحد يوم وفاة معروف بيه بعد كده رجعت تاني وزهرت غريبة ها يا بش انا ما عرفش اي حاجة اصلا عن الكلام لحضرتك بتقولي داتو مايش اي علاقة بيه ومعروف كان عارف ان انا بنتي عند ماما قلت لها طيب برافع لك جدع يا بنتي بس انا عايز اقول لك على حاجة يا مدام كل الناس عارفة ان معروف بيه كان روحه في بنتك ما كانتش بيقدر يسيبها ساعة ده لما كان بيبقى في الشغل كان بيتصل بيكو فيديو كول فكان هيسيبها ليه تروح تقعد عن دمك او ازاي يعني بصراحة يتقال ان انت اسكب كتير من القصة دي وعامة انت مش محتاجة تفكري في قصة تاني عارفة ليه لانك ما خدتيش بالك من جزء مهم من كلامي بزمتك بعد اما احنا عرفنا انه فيه عصابة وهمية هي اللي عملت الفيلم ده على معروف بيه وقتلته بيه وخده منه 40 مليون ما كناش هندور برضو على مين هم العصابة الوهمية ده بزمتك ده كلام ولا هتفوتني الحكاية دي سبحان الله تخيلي يا شيخ الصدفة البحثة الاصابة كانت بتبعت لمعروف بيه على الايميل الشخصي بتاعه مش ايميل شركته ولا الايميل بتاع السوشيال ميديا بتاعه اللي الناس كلها بتتبعها ليه لا ده الايميل بتاع الاسرة واللي تقريبا ما حدش عارف دي نقطة تاني نقطة ان الفيديوهات كلها معمولة بالزكاء الصناعي وده كان ملفت صراحة يعني عجبني وسألت نفسي سؤال طالما الفيديوهات دي معمولة بالزكاء الصناعي يبقى اكيد في حد لا لقب منتير حد شغال في السينما حد شغال في الدعاية والاعلان حد شغال في الاعلانات ايه ده حد شغال في التسويق مسلا انت عاملها مدام رحت انا بقى قلت اشوف المدام كانت شغالة مع مين في قسم التسويق في الشركات معروف بيه وان سبحان الله تخيلي ألاقي ولد جميل اسمه احمد عباس تخيلي الولد ده شغل غير عادي وشغال معاكم في الشركة وسبحان الله الولد ده بيعمل فيديوهات على اليوتيوب بيشرح للناس فيها ازاي يستخدمه الزكاء الصناعي ده فيه فيديو جبار لي بيشرح ازاي تعلم الزكاء الصناعي يستخدم صوت فنان مات وتخليه يغني الولد ده بصراحة عيل نبغة في استخدام الزكاء الصناعي ما شفتش زيه بصراحة المهم احنا استدعناه وفضلت دردش معه شوي بصراحة كان عيل طيب وفتح لي قلبه قال لي انه هو حضرتك من منطقة واحد ولما اغزة كان فيه بينكو وبين بعض حاجات كتير وانه ظروف المعيشية ما كانتش تسمح ان انتو الاتنين تتجوزوا وعشان كده فركشته خاصة ان انت اهلك كان عينهم في العالي وهو كان في الواطن وفضل مأهور عليكي فترة طويلة ده حتى ما تجوز وبالصدفة بقيت انت ومديرته وبعدين بقيت انت مرات صاحب الشركات اللي هو شغال فيها وتخيلي انه هو يترقى ويترقى بسرعة بعد ان ما انت بتترقى على طول باللقيب يترقى حكاة غريبة الحكاة دي المهم يعني لقيته بيقول لي أصلحنا بين أصحابنا وهو على فكر ما تستغربيش لقيته بيقول لي وفي يوم باشا كنت أنا وهي في مكتبها وهي دخلت تخسل ايديها في الحمام الصراحة الشيطان كان حاضر معرفش بس ما قدرتش وسيطر على نفسي خاصة لما حسيت ان فيه تجاوب منه يتعلم ده منه اليوم ده هو اللي جبتي فيه البيت ولا أنا غلطة ولايتها بتفكي وانهارت تلقى ايه دي بس انا هكملك الحكاية الموضوع ببساطة ان انت كنت عارفة ان معروف بيه هيموت على طفل وكنت عارفة برضه ان من خير الطفل ده هيرميكي في اي لحظة لكن وجود الطفل هو اللي هيأمن وجودك وعشان ما تخسرش كل حاجة قررت ان انت تخليه جيب طفل بس انت عارفة ان قدرات معروف بيه الجسدية ما تسمحش بدا رجل كبر وطبعا ده خلاك الدورة على حل بديل حل معروف بالنسبالك وضمنا انه في اي وقت هيريل عليك فارجعتي لحبك القديم اغوتي وخلتيه يساعدك في ان انت كيبي بنتك في البداية هو ما كانش يعرف ان البنت دي بنته لكن لما اعرف انت ده يعمل لك دوشة دوشة جديدة في الوقت ده كنت انت بتفكر تخلاصي من معروف بيه ومع انك كنت مدية لن خلبان ظهرك لكن لمعت في دماغك فكرة شيطانية انك انت تقليده ان الحل الوحيد عشان يقرب من بنته وما يضرهاش انه يساعدك في انك تخلاصي من معروف بيه وبعدها هتبقى له مرسل كما بينكم وانت هتتجوزي مع ان الحقيقة انك ما كانش عندك اي نية ولا واحد في المية ان انت تتجوزي بعد ما اخلصته من الراجل اديتي له تهرك عشان كده اول ما وصلت لأحمد عباس وعادت معاه كان متدمر نفسيا ما انت هددتيه ان ما يحاولش اصلا يقرب من بنته وينسى الموضوع ده خالص وإلا هتلف حبل المشنع حاليه لابط الغلبان لا ان انت زي الشطان خدت منه كل حاجة خدت منه بنته حاولتي القاتل ومجرم دمرت له حياته لاني الفرصة اللي انجده من يدك ومن جبروتك وبكده مدام انكشفت جريمتك وعايز اقولك حاجة مفيش جريمة مهما ان كانت زكية ينفع تبقى من غراقة مش بس القانون الوضعي هو اللي بيعاقب سديني في قانون اعلى فيش حد بيفلب من ايديك وقفلت العضية بعد ما حولتهم كلهم للنية ومعهم ملفته داخل علي يا احمد ورايته بيقول بجد يا يوسف باشر مش عارف مش عارف اقول لحضرتك ايه بس فعلا القضية دي علمتني حاجات كتير بصت له كده وقلت له يا رب المرة اللي جاية ما تستخسرش ان انت ببص في القضية كويس تشوف جواها ما ببص ليش على اللي باين من برا اللي كان باين راجل متعادي لكن شفت كمية البلاوي اللي كانت في قلب القضية دي المحقق الشاطر هو اللي يحترم كل حاجة كيلة ويديع حقها هو ده الميزان اللي بيفرق ما بين محقق ومحقق فاهمني يا احمد اوعى تضخم قضية واوعى تستدفع قضية الشاطر بس هو اللي بيقيم صح القضية اللي بيواجه ده الحلقة وكنت حابب ابلغكو ان احنا عملنا قناة جديدة متخصصة في عالم الجريمة والتحقيقات اتمنى ان هي تهجبكم هتلاقوا رابط القناة الجديدة في الوصف بتاع الفيديو دو وكنت حابب بشكركم جدا على كل كلمة ايجابية وكل كومنت وكل حاجة انتو بتدعمونا بيها حقيقي بجد انا شرف ليا كبير جدا كل واحد فيكو موجود معنا في القناة وحقيقي انا حابب ان انا اشكركم الناس اللي قالت كلام ايجابي فعلا بجد من قلبي شكرا لكم والناس اللي كانت بتقول تعليقات فيها تعديل محتاج برضو ان انا اشكره وعايز اقول لكم حقيقي بجد شرف كبير جدا ليا انضمام كل واحد فيكم للقناة وبتمنى ان القناة الجديدة تعجبكم ويا رب اكون بقدم محتوى حل مسلي ممتع ليكم باذن الله القناة الجديدة هتبقى يوم الثلاث ويوم الجمعة الساعة ستة هيبقى عليهم حلقات القناة بتاعت حكاوي المخوفاتية هتبقى يوم الحد ويوم الاربع الساعة ستة باذن الله هيبقى عليهم حلقات جديدة واتمنى ان ربنا يوفقني ويكون بقدم لكم حاجة ممتعة ويكون قادر ان انا بقى عند حسن ضمنكم وشكرا مرة تاني لكل الناس اللي عندي على القناة